كابتن حشيش مباراة رائعة توقعته بين الشوتين في إضافة لهدف أخرى في الشوت الثاني نهارده اللعيبة واخد المباراة بجدية من أول ديئة إلى آخر ديئة في اللقاء الشوت الثاني رائع مباراة عموما رائعة وبداية قوية جدا من الفريق وقد نظر عن طبعا يعني مستوى المنافس إنما في أداء وفي روح وفي إصرار كمان يعني الشوت أولين أربعة كممكن فرقة تنزل مريحة الشوت الثاني يبقى فيه بعض الأنانية لا إنما اللعب الجماعي ظهر على الفريق بصراحة ودي حاجة مميزة للفريق جدا لعب الجماعي جادت تقريبا معظم أفراد الفريق ودي حاجة برضو كويسة كله مستوى عالي زي بقولك فيه تنوع كبير جدا فيه الأهداف ما بين كور سابتا ما بين السستات ما بين لعب وان تو ما بين تصويب استغلوا كل دي محاضرة كابتا حيش متتكلم كابتا علاء عبدو مع الجهاز الفني مع اللاعبين بعد انتهاء المباراة من أرض المال عطاب مهمة جدا طبعا المحاضرة دي طبعا عشان برضو البداية القوية والأهداف الكتير دي برضو ما توديش الفرقة في حتة تانية لازم برضو الناس تعرف ان دي بداية اكيد يعني الكابتن على بيقولهم ان طبعا مباراة كويسة ودي بداية لسه قدامنا الكتير بصراحة مباراة كويسة جدا أهداف كتيرة بداية موفقة للفريق الاساسين طبعا على مستوى عالي حتى البدل اللي نزلت برضو تحس انهم اضافوا مش مجرد بس التغييرات هل نتكلم طبعا عن البدلاء نزلوا وغيروا الشكلوا واضافوا في الشروط التاني سوى عمر سيد معاوض يوسف جمال سيف ايمن عبد الرحمن عمد النحاس وحسام عادي فيه طبعا ناس تقلقت بصورة واضحة قوي زي طبعا كاباكا زي محمد رقفة لعيب كويس قوي زي عمر خالد بيبو عمر سيد معاوض المنزل يعني الحقيقة فيه اكتر من لعب عجبني كمان فارس خالد من لعب الكويس قوي تحس ان قوة الفريق دي كمان فيه نص ملعبه القوي العمل ربط جيد جدا ما بين خط الدفاع وخط الفرود فيه انسجام كامل فيه تكملة كل واحد عارف دوره بيقدي دوره على اكمل وجه